اشتركوا في القناة والثقافية وأكد معالي وزير الخارجية أن توقيع مذكرة التفاهم تأتي تجسيدا للتعاون الوثيق بين وزارة الخارجية وهيئة البحرين للثقافة والآثار وتعكس حرصهما على المضي بهذا التعاون لمستويات أرحب بما يدعم جهودهما ومساعيهما الحثيثة لتعزيز مكانة مملكة البحرين إقليميا ودوليا في شتى الأصعد مشددا معاليه على أن مذكرة التفاهم ستسهم في تطوير أطر التنسيق المشترك في مختلف المحافل الدولية ونوها معالي شيخ خالد بن محمد الخليفة بالجهود المتميزة التي تقوم بها معالي شيخ ميبنت محمد الخليفة وهيئة البحرين لثقافة والآثار في الحفاظ على التراث وإبراز الموروث الحضاري والثقافي الذي تزخر به مملكة البحرين ما يعزز من مكانة المملكة في مصاف الدول الرائدة على مستوى المنطقة في مجالات عدة متمنيا لمعالي شيخ ميبنت محمد الخليفة ولهيئة البحرين لثقافة والآثار مزيدا من النجاحات المبهرة بما يعود بالنفع والفائدة على مملكة البحرين وشعبها من جانبها عبرت معالي شيخ ميبنت محمد الخليفة عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الخارجية والتي تستند إلى نهج التواصل المستمر بينهما وأكيدا أن الخطوة ستعطي دفعة قوية للتعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في كافة المجالات خاصة الدبلوماسي والثقافي خاصة الدبلوماسي والثقافي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر